احتجاجا على تسلل عناصر من البوليزاريو الوفد المغربي انسحب من الاجتماع الوزاري التحضيري للمؤتمر الدولي حول التنمية في افريقيا تيكات سبعة بعد علمه بهذا الخرق معبرا عن اسفه ازاء هذه الوضعية حسب مصدر مأذون في وزارة الخارجية المغربية المصدر المأذون اكد ان اعضاء من جبة البوليزاريو تسللوا الى اليابان بجوازات سفر جزائرية وحصلوا على اعتماد ببطاقات لجنة الاتحاد الافريقي وحسب المصدر المأذون في وزارة الخارجية المغربية فاليابان تشبثت بموقف حازم رغم كل المناورات التي قام بها الانفصاليون الى جانب اوصيائهم وعارضت مشاركة مجموعة تسمي نفسها دولة لا تعترف بها اليابان المصدر المغربي قال ان جميع الاجراءات التي اتخذتها اليابان لم تستطيع ان تصون طبيعة مؤتمر تيكاد كما لم تستطيع ان تتماشى مع الشرعية الدولية حتى تحافظ على الانسجام وتفرض احترام الموقف الوطني لليابان بشأن مسألة الصحراء المغربية وحسب المصدر ذاته فالسلطات اليابانية لم تأخذ في الاعتبار جميع الالتزامات التي تم تعهد بها فيما يتعلق بالمغرب وخاصة خلال اجتماع بين وزيري الخارجية في نيويورك مؤخرا وحسب المصدر المأذون ينتظر المغرب من اليابان تصحيح الانزلاقات المسجلة من اجل الامتثال للشرعية الدولية لمصلحة العلاقات الثنائية الاجتماع التحذيري للموظفين السامين كان مبرمجا يوم الجمعة الخامس من اكتوبر الجاري تم تأجيله عدة مرات قبل تقليص مدته بسبب رفض اليابان البلد المضيف السماح بحضور الجمهورية الصحراوية المزعومة وبعد علمه بهذا الخرق وسعيا منه لعدم الإخلال بالسير العادي لأشغال الاجتماع الوزاري جدد وزير الخارجية الياباني في تصريح رسمي التأكيد على الموقف الثابت لبلاده وزير الخارجية الياباني اعلن بشكل صريح ان حضور ما يسمى بالجمهورية الصحراوية المزعومة في هذا الاجتماع لا يعني اطلاقا ان اليابان تعترف بحضورها داخل القاعة ولا يعني تحت اي ظرف صراحة او ضمنا ان توكيو تعترف بهذه المجموعة كدولة اود ان اعلن انه حتى وان كانت مجموعة تعلن عن نفسها كدولة لا تعترف بها اليابان حاضرة داخل هذه القاعة فان هذا لا يعني تحت اي ظرف صراحة او ضمنا ان اليابان تعترف بهذه المجموعة كدولة وزير الخارجية الياباني شدد على منع وضع اي اسماء او اعلام داخل قاعة الجلسات العامة باستثناء اعلام الاتحاد الافريقي بوصفه مشاركا في التنظيم واعلام اليابان محذرا من ان اي شخص يقوم بوضع اي اسم او علم سيطلب منه مغادرة المكان من غير المسموح وضع اي اسماء او اعلام غير تلك التي تعود للاتحاد الافريقي ولليابان داخل قاعة الجلسات العامة اي شخص يقوم بخرق هذا الامر سيطلب منه مغادرة المكان يثبت المغرب مرة اخرى حرصه على عدم السماح باي خرق يمس سيادته ويقظته فيما يخص قضية الوحدة الترابية للمملكة